اهلا بكم من جديد مشاهدين كشف موقع هاشتاج سوريا الموالي كشف عن اكبر شبكة دعارة في سوريا واضح الموقع ان شخصيات عسكرية واقتصادية وفنية نافذة مشتركة في هذه الشبكة وتم تحقيق مع بعضها في حين تم احالة اسماء بعض المتورطين للقضاء العسكري لوجود شخصيات عسكرية ضمن هذه الشبكة وهو ما فسره البعض بانه صراع بين اجهزة النظام وتصفية للحسابات بينها نتابع التقرير ثم نعود النقاش لم يعد خبر القبض على شبكات الدعاء والشبكات التي تتاجر بالمخدرات من الاخبار المثيرة في المناطق التي يسيطر عليها النظام وذلك الانتشارها حتى اضحى الظاهرة لا تخفى للعيان في الآوينة الاخيرة ولكن الجديد هو ما كشفته احد الصفحات الموالية عن اشتراك شخصيات كبيرة وذات نفوذ اقتصادي وعسكري في احد اكبر شبكات الدعارة في سوريا موقع هاشتاك الموالي للنظام كشف عن ان وزارة الداخلية استطاعت من خلال متابعتها ورصدها لاحد اكبر شبكات الدعارة في سوريا ان تتوصل الى الرؤوس التي تقود هذه الشبكة والمفاجئ في التحقيق التي سربت واقائعه ان الاسماء تضم شخصيات ذات ثقل وصفتها التقرير بالشخصيات الرفيعة المستوى كما تم احالة ملف التحقيق للقضاء العسكري وذلك الاشتراك اطراف عسكرية في الشبكة كما اشار التقرير الى التحقيق مع شخصيات فنية لها صلاة بالجهات الرسمية التابعة للنظام التسريبات التي تم كشفها بالتقرير قد تشير الى صراع داخل اجنحة النظام وهو ما دفع ببعض الاجهزة الامنية للنيل من بعضها البعض في اطار حرب غير معلنة داخل ارويقة النظام لتوسيع النفوذ وتحقيق المكاسب على حساب بعضها وقد تنوعت اشكال هذه الحرب بالتصفيات الجسدية تارة وهو ما ظهر من خلال التخلص من بعض الشخصيات التي كان لها دور كبير في المعارك التي قادها النظام مثل عصام زهر الدين ورستم غزالة واللذان راحا ضحية لصراع داخلي بين الاجهزة الامنية وبحرب الفضاء احتارة اخرى وهذا ما ورح جليا في التقارير التي يتم الكشف عنها بين الفينة والاخرى ناقش هذا الموضوع مع سيد علي الرجب الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من اسطنبول عبر الاقمار الصناعية اهلا بك سيد علي وايضا ارحب بالكاتب الصحفي سيد حافظ قرقوت ضيفي عبر سكايب من ستوك هولم وايضا ارحب بالكاتب الصحفي سيد حسان محمد ضيفي من ليون عبر سكايب اهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام سيد علي للاسف لم يعد مستهجا ومستغرب الكشف عن شبكات الدعارة بسوريا في ظل هذا النظام لكن المستغرب ما ورد صراحة في الخبر طبعا الذي نشره موقع هاشتاغ الموالي للنظام الاسد وعن تورط شخصيات كبيرة من عسكريين وفنانين ورجال وسيدات اعمال تحديدا ما رأيك بما تم الكشف عنه واسباب ذلك؟ يعني بداية تحية طيبة لك ولأسادة المشاهدين الحقيقة يعني كما اشار تقريركم ايضا بان هذا الموضوع يمكن ان يقرأ من ناحية تصفية حسابات ما بين اجهزة الامن الان يمكن للمتابع ان يرى بان جهاز الامن الداخلي هو الذي القى القبض على شبكة الدعارة فيما ايضا قرأنا سابقا وعرفنا سابقا كلنا ان اجهزة الامن نفسها هي التي كانت تسهل عمل هؤلاء وتيسر عمل هؤلاء الجميع يعرف بانه لا يمكن لأي ضابط من ضباط الاسد ان يجري اي حراك لسيما في العاصمة دمشق دونما ان يكون قد رفع به مئة تقرير او وضح مئة تقرير لاجهزة الامن الاخرى اعتقد بان ذلك يمكن ان يقرأ ضمن اطار تصفية الحسابات ما بين هذه الاجهزة الامنية والتخلص من بعض الشخصيات من اجل الترويج لشخصيات اخرى هذا ايضا يمكن ان يضع بسياق اخر ربما وهو محاولة تلميع الان لصورة بشار الاسد الذي يحاول ان يسوق من جديد لاجهزته بانها الان تحاول ان تنظف المجتمع وبانها تحاول ان تقبض على شبكات هنا او هناك ولهذا السبب ورد الخبر في موقع موالي في هذا الاطار هو الوجه الاولى اعتقد بان هناك تصفية حسابات ما بين هذه الاجهزة الامنية على المحاصصات المالية وعلى مناطق السيطرة والنفوذ طيب سيد حافظ هل تعتقد ان هناك اسباب اخرى قد دفعت لنشر هذا الخبر عبر موقع موالي للنظام في سوريا تحييه اليك استاذ وسامل الضيفة الكرام والمشاهدين يعني بتوقع بانه خلينا نتفق كليا بانه في سوريا من قبل الثورة ما كان في عنا قضاء بمعنى القضاء ولا يمكن ان يصدر حكم قضائي دون ان يكون اشراف امن عليه بصفاته هذا واحد اثنين الدعارة كانت منتشرة في سوريا في ظل رقابة النظام وفي ظل عناصر النظام وانا بحكم عملي بالاعلام بشكل عام او بالاطار الفني شاهدت اكثر من حدا من شرطة النظام ومرروا لي بعض المعلومات بان حقيقة بيوت التي كانت تدار للدعارة كانوا اذا بدون يداهموها ببعض المناطق يبلغوا اللي عم يديروها قبل بفترة انه يوم ساعة كذا جايين داهم واحيانا كثير الشرطة نفسهم كانوا هني ياربون بالسياراتهم ليسجلوا فقط امام القضاء بانه هني داهموا ولم يجدوا احد لانه كان كل هذا الموضوع موزع ماليا بما معنى انه في خرجية لشرطة المسئولة عنها ما بعرفش اسمها في سوريا كلها هي مسئولة ان كان شرطة الاداب او غيرها او حتى تبع المخدرات بنفس الموضوع في خرجية اذا هاي البيوت معطة الخرجية بالوقت المناسب يتم التعامل معها بتلك الدوريات هاي واحد اثنين انت ما جاءت الثورة وتعرضا للمجتمع السوري لانك باتساهم النظام عبر شبيحته بزيادة تفتيت الاستمع بما معنى ان الحواجز التي كانت منتشرة في انحاء سوريا ونزال بعضها كانت هي ايضا تدير هذا الجانب من الجوانب المظلمة وكانت تديرها علنا وكل شبيح في حارته اصبح يدير شبكته حقيقة وكان يحمي الشبكات بغض النظر عن الاهالي اعتقد ان السؤالك عودة لسؤالك مع هذا التوضيح الطويل نعم كما سألته هناك جزء من تصفيات حسابات وهناك جزء من اعادة يعتقد النظام بانه سيعيد انتاج ذاته بطريقة اخرى ويريد ان يقدم صورة اخرى للمجتمع السوري ايضا من وجوه احترقة اعلاميا او سياسيا او عسكريا يريد ان ينهي هذا النظام ودائما هذا النظام يحتفظ بملفات لمن يريد ان يحاكمه من اتباعه حتى وان وصل الى مركز رئيس حكومة نعم سيد حسام نتحدث عن شخصيات عسكرية نتحدث عن فنانين نتحدث عن رجال وسيدات اعمال في سوريا بما يعرف بواجهات البلد خلينا نقول ما رأيك واجهات البلد المهترئة يعني في الحقيقة هذا النظام كله داعر من اوله حتى اخره يعني بداية يجب ان نقول بان مثل هذه القضايا هي قضايا عامة وقضية رأي عام وبالتالي النظام يهدف الى خلق سياسة معينة من خلال الاستفادة من هذه الورقة ولم يصدر فحواها من باب الصحافة المحايدة او الصحافة الدقيقة ولا من باب الامن والعدل والقضاء المستقل في سوريا ولكن لديه هدف معين يجب ان نبحث عنه النظام استخدم هذه الورقة ملفات الدعارة وغيرها من الافعال اللا اخلاقية في فترة من الفترات لانه كان بحاجة ما سئلها لها في تلك الفترات كان بحاجة الى هذا الطيف حتى يصبح موالي للنظام وعندما انتهى الظروف يجب على النظام او يقوم النظام بالتخلي والتخلص من هذه الورقة مثله مثل القائد العسكري الذي زرعه داخل الثورة وعندما انتجت المصالحات في تلك المناطق في هذه البلدة او تلك قضع على هذا القائد العسكري ورمى جثته في الاماكن التي تلقى فيها جثث الحيوانات المفترسة النظام يأكل بعضه البعض يعني النظام هو عدة انظمة اذا كان هاشتاج سوريا صادقا في الرأي العام فليتحدث عن القضايا الاهم يتحدث عن اثار سوريا لكن سيد حسام تلاحظ بان هناك شيء متعمد يعني من 4-5 ايام طار وسام الطير طبعا مدير صفحة دمشق الان وما عد بيان واعتقلته المخابرات يعني انه يصدر هيك خبر بهذه الدرجة من الحساسية خلانا نحكي كأنه مستغرب مو مستغرب يعني في الحقيقة هو مسيس يعني النظام لا يدفع بمثل هذه الورقة للعلن بهدف الاعلام فقط لديه جهة معينة يريد ان يوصل لها الرسالة وانا اعتقد حقيقة ان ايران هي من وراء هذا الفعل وان مخابرات الاسد هي وراء مسببه وان ايران هي وراء اشتثاثه لعدة اسباب وهي ان ايران ربما تريد ايصار الرسالة الى جهات معينة داخل الوقت النظام داخل استخباراته الامن العسكري في سوريا نحن نعرفه جميعا ليس بقضاء مستقل وليس بقضاء نزيه ويعني كافة القضايا التي خاضها خلال الثورة السورية كانت ضد الشعب السوري يعني حقيقة هذا النظام كله برمته هو نظام داعر لا يمكن ان نبرأ اي طرف منه مهما كانت الاسباب وحقيقة يجب ان ننوه الى ايضا فقرة هامية بان هذه القضية هي نتاج ايضا المسلسلات اللا اخلاقية التي سمح النظام بانتاجها كمسلسل صرخة روح وبعض ابطال هذا المسلسل حسب ما فهمنا ببعض التقارير الاعلامية موجودون ضمن هذه الملفات وبالتالي حقيقة هذا هو المجتمع المتجانس الذي كان يتحدث عنه بشار الاسد هذا المجتمع المتجانس الذي بشار الاسد سمح له بزراعة المخدرات في كافة المناطق حقيقة في الساحل السوري في حمى في حمص هناك زراعة عامة للمخدرات من قبل حزب الله والميليشات طيب حتى لا نبتعد عن الموضوع سيد حسام اسمح لي وعذرني على المقاطعة سيد رجب بعد هذه الفضيحة المسيسة بين قوسين كما تفضل السيد حسام برأيك كيف تتوقع ان تكون ردة فعل الشارع السوري خاصة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الاسد وهذه الظاهرة موجودة في تلك المناطق بشكل كبير يعني اعتقد بان الشارع السوري الان او في مناطق سيطرة الاسد الان لا يملك اي شيء من الرأي الحر لا يستطيع الا ان يطبل لفعل النظام ويقول انظر الى النظام بالفعل انه الان يحاول ان ينظف المجتمع الان انتهى من الشبيحة انتهى من الاماكن الذين من التشبيح او عفوا انتهى من الاماكن الذي كان يضرب بها الارهاب والان سوف يسعى الان لتنظيف البلد من هذه الافات ومن هذه المشاكل التي كنا نعاني منها خلال سنوات ماضية اعتقد ان هذا هو الرأي الذي يمكن ان نراه للشارع السوري في مناطق سيطرة النظام اذ ان الناس الموجودين هناك صنفان اما مطبل ومزمر لهذا النظام واما ان نراهم اناس قرروا الانكفاء بذاتهم والابتعاد عن كل هذا وذاك ومحاولة ستر عوراتهم والابتعاد بأولادهم عن هذه البيئة المجتمعية التي اصبحت يعني مهترئة بشكل كبير واوصلها النظام الى هذه الدرجة من الاهتراء الحقيقة النسيج الاجتماعي الآن السوري هو الذي كان سابقا يضبط مثل هذه الامور يعني سابقا كنا نعرف بأن مكان مثل دمشق مكان مثل حبا مكان مثل باقي المناطق كان المجتمع بذاته يضبط نفسه ولا نجد مثل هذه الظواهر تطفو على ساحة المجتمع بشكل مباشر ولكن الآن أصبحنا نرى هذه الظواهر تطفو على العلن إذ أن المجتمع نفسه قد مزق النظام نسيجه الاجتماعي وجلب أهالي تلك المنطقة اسكنهم بهذه المنطقة وهجر هذا الى تلك المناطق وبالتالي فقدنا الآن الضابط الاجتماعي إذن ردت فعل الشارع بوجود مجتمع مفكك لا يمكن إلا أن نقرأها بين مطبلا للنظام وإما الناس أهالي المنطقة بذاتها أو أهالي المناطق سوف يحافظون على أبنائهم بعيدين عن كل هذه الصراعات ما استطاعوا إلى ذلك سبيله نعم سيد حافظ النسيج الاجتماعي الذي تفضل به سيد رجب إلى أي مدى بالفعل سهم نظام الأسد بحل هذا النسيج الاجتماعي صراحة شاهدنا الصور القادمة من المناطق التي يستولي عليها النظام خاصة الصور التي وردت من العاصمة دمشق إن كان في اللباس أو الشراب أو إلى ما ذلك من أمور لربما زادت في الفترة الماضية هناك أناس لربما يفضلون إطلاق صفة حرية شخصية لكن كأنها زادت عن ذلك زادت عن موضوع الحرية الشخصية باتت عدي على حريات الآخرين أليس كذلك؟ بالتأكيد المجتمع السوري بشكل عام ومجتمع له أدابه الخاصة له تعليمه الخاصة تربيته الخاصة ومشهور طبعا بأنه مجتمع محافظ لدرجة الأدابة الاجتماعية العامة طبعا لكن ساهمت الدراما التي أنتجها النظام كما قال ضيوفك الكرام بإرسال رسائل عن المجتمع متناقضة منها من مسلسلات البيئة الشامية التي أوردت معلومات خاطئة عن بيئة دمشق والبيئة ومنها المسلسلات المعاصرة بعض منها الذي أعطى الحلال عن صورة المجتمع السوري أعتقد بأن النظام يتعمد لا يمكن لبنية نظام مهترئة وفاسدة بكل تفاصيلها أن تسيطر على مجتمع متماسك كان يجب على النظام أن يهدم أورنية المجتمع أن يفتت الأسرة السورية العائلة السورية لذلك وعبر تاريخه ومن كل مناطق سوريا أخذ من كل عائلة أدنى ما فيها من أشخاص فاسدين وعوامهم بالنسبة إلى الله وبعضهم رفعوا بمراكز وابتدأوا يحلوا ويربطوا ولهم واسطة ولهم كلمة بينما أشخاص الذين لهم كيانهم ومرجعيتهم أو وجودهم الاجتماعي هم مشهوا من هذا النظام في كافة أنحاء سوريا قبل وجود الدولة السورية الضامنة قبل مئة عام كانت العادات والتقاليد تعتبر قوانين في سوريا وضابطة في القرى حتى لمن يسرق كانت هناك بعض التقاليد يعني خلينا نحكيها بالعامية كان يركبوا على أحمار بالمقلوب بكثير من القرى وأنا من طفول تواعي بعض الأحاديث من هيك والأطفال تركض وراه يقولوا حرامي حرامي في غياب سلطة الدولة كانت هناك عراف وتقاليد يتماسك من خلالها المجتمع وينظم أدابه وحياته اليومية حتى لو صار دم بين الناس كانت حلة هذا النظام تعمد تفتيت تلك القوانين الاجتماعية عبر قضائه الفاسد وعبر شرطته الفاسدة وعبل أن يجد كل واحد حلولها الفردية يعني اليوم أزمة الغاز ممكن تخلق مئة قصة للفساد الحصول على قنينة غاز أو مواد للتدفية أو حتى الخبز هذا واحد اثنين من يعيش في المدن الكبيرة كدمشق وحلاب يعرف في السنوات الأخيرة بأن هذه الظاهرة أصبحت متفشية في الشوارع ظاهر الدعارة تجد في شوارع في المزي في المزي 86 في بعض مناطق يعني سابقا نحن في دمشق العاصمة كانت المرجي منطقة مشبوهة لا يمكن لشخص محترس أن يدخل المرجي بعد الساعة بعد ما تغيب الشمس كان يصير مشبوه لأنه في واحد من موظفي المرجي في جوار الفنادق كان يعترضوا طريقه حتى للسيارات الموجودة يونيك التكسالة الخاصة كان إلى مهامها حتى في حلب يدرك أهالي حلب بأن هذه الظاهرة على أن أصبحت تنتشر وكذلك في مناطق الساحل وهي كلها محمية من رجال شبيحة نمت أموالهم ومراكزهم خلال السنوات السابقة ولذلك يبقى سؤالكم وتقريركم هي فعلا إما صراء أجهزة أو إما النظام يعيد أن يضحي ببعض الشخصيات وبعض الوجوه اللامعة لكي يلمع صورته على حسابهم والخافي أعظم كما يقال شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي السيد حافظ قرقوت كنت ضيفي عبر سكايب من ستوك هولم أيضا الشكر موصول لسيد حسام محمد الكاتب الصحفي ضيفي عبر سكايب من ليو الفرنسية طبعا وأيضا كل الشكر لسيد علي رجب الكاتب والمحلل السياسي ضيفي عبر الأقمار الصناعية كان معنا من اسطنبول الشكر موصول لكم أيضا مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة شكرا جزيلا لكم غدا حلقة جديدة من هنا سوريا إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم